مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي مرحبا بالذات قد نتكلم عليها لأنه يعني بحقك نكنولهم بالاحترام يعني شعب يعني بزيان ويعني الشعب المغربي مع الشعب المصري يعني كي يتعاملوا كان نلاحظ أنه في القنوات ولا ولا تعاون يعني القنوات الخاصة بالأنانب كي ينوح التعاون يعني ما بين الناس ديال المغرب والناس ديال مصر إذن اسموه الفرق ما بين هذه الحلقة اسموه الفرق ما بين التربية ديالأنانب في مصر والمغرب إحنا مشينا نحضره على المناخ ولا نحضره على يعني الطريقة ديالتربية الطريقة ديالتربية هي عادية أي واحد ممكن أنه يدير الأرهن غي كتبقى في قادية وحدة وهي ديال الأدوية يعني هاد الشركات ديال الأدوية علاش كيمشيوا وكيجيبوا أدوية خاصة بالأراني علاش لأن هناك طرب يعني كيبلي الطرب كتر من العرض يعني الناس كي يسهلكوا يعني اللحوم ديال الأرانيب ما يصر عندهم يعني ممكن أنك تمشي عند واحد القزار وتلقى لحم الأرانيب كأنك كتبع لحم ديال الغنم يعني الناس كي يسهلكوا اللحم ديال الأرانيب ولحم ديال الأرانيب إلا مشيتوا تع يعني تعمقتوا شنو هو اللحم ديال الأرانيب راه أحسن للحوم هي اللحم الأرانيب إنها غنية بلوميغا تروى لوميغا تروى خاصة يعني بالناس عندهم الزهايمر يعني الناس اللي يكبروا في السن وبدو ينساوا ممكن أن الطبيب ينصحهم بأكل لحم الأرانيب وهذا اللوميغا تروى كان في اللحم الأرانيب غيية كان في اللحم الأرانيب بغزارة ممكن أنكم تتسولوا وتلقوا يعني فتبحثوا في الانترنت غذيتلقوا هاد المعلومة هاد إضافة إلى الطريقة ديال التربية وهي الأدوية ماشي غيل أدوية حتى يمرض الأرنب عاد باش نديروه الدواء وإنما كين هناك أدوية خاصة بالخصوبة أنا سبقت هادرت في واحل فيديوية قدام على القضية ديال الخصوبة عند الأرانيب ماشي الخصوبة هوية أنهم نتسننهم إحنا يعني يكون الفحل والأنثى تكون قابلة التلقيح أي ممكن أنه في واحد الفترة يعني في الفترة الباردة ممكن أنه يكون عندك واحد خصوبة عالية يعني في الجو الربيع أو الخارف يعني الجو البارد إنما فصل الصيف هو اللي الناس كي يحتاروا فيه أن الخصوبة ما كتبقاش لا عند الأنثى لا عند الذكر وحتى إلا بيت تزاوجهم ويولدوا يعني كيكون واحد إحنا نقوله ممكن أنه إما الأنثى تموت إما هادوك الصغار تسمح فيهم وما تردعهمش إن الصيف كيكون خطار على التربية دي الأرانيب إنما هاد الموضوع ديال هادنها وهو الناس ديال ميصر عندهم واحد يعني هي ماشي أدوية وإنما عبارة عن معادن بحل السوديوم عندهم يعني كتلقى أدوية خاصة بالخصوبة مثلا ثنائي أكسيد السوديوم هذا يعني ممكن أنه كتلغي قرامات قليلة كتلغيها مع الماء وكتلغيهم يشربو يمشي عبارة عن إبرة وإنما هي عبارة عن واحد الغبرة بودرة كتكون عندهم مواحة الناس كي يديروا بزاف تربية دي الأرانيب لذا الشركات داروا لهم هاد النوع من الأدوية وفي حققات الأدوية عندهم يعني إحنا نقولوا دوريجين يعني مشي بحل نحنا إحنا كين الأدوية اللي مزيانة بالصح وكين الأدوية اللي غين يكذبوا فيها يعني الله يسمح لهم شي شركات يقولك الأدوية هذا فيطامين هذا كده ومن كتجرب هذا الشي كتلغاه يعني ما نافعش إلا إلى يعني جيتي يعني جبتي الأدوية من بلدان أخرى يعني من دول أخرى كتلاحظ أن الفرق أنا جربت هذه القضية هذه لقيت أن الدواء جابوه لي شي ناس من إسبانيا يعني إسبانيا وجربتوا على الأرانيب يعني يعطاه واحد المفعول يعني جد جد رائع أما بالنسبة الأدوية اللي كتكون عندنا إحنا يا أهنا يا إني أنا لحت في 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 الفيديويات ديال ديال المصريين كين بزا في القناوات عندي أصدقاء مع مصريين يعني كي يجيبوا شيء أدوية اللي فعلا جد جد فعالة وشيء أدوية اللي معناش حنا قاع معك مكيناش المغرب قاع مثلا الدواء دي الخصوبة ما كينش أنا احنا يا بحراء يلا تسمهم الدموي تسمهم المعاوي شيء حويش عاديين كينفعو سهوما مشي مزياني سهوما إنما الأشياء دي الخصوبة معدناش حنا في حقيقة إننا دول فرق ما بين تربية في مصر وتربية في المغرب هو أننا معدناش الناس كي يستهلكوا اللحوم ما عرفش القيمة ديالها لذا أننا غدي ولي الطلب أقل من العرض غدي ولي الشركات ما غديش يقدروا يجيبوا الأدوية المناسبة والفعالة وخطقون غالية مهم ما كيناش في المغرب إذن الناس اللي يبغوا يديروا مشاريع كبيرة كننصحهم أنهم يجيبوا أدوية من بلدان أخرى من دول أخرى وغدي يحسوا بالفرق ديال هدوك الأدوية اللي كتجي من برا إذن حلقة ديالنا هي هادي كنشكركم على التعريق طيبة ديالكم قناة غادي يبدعم ديالكم كنشكركم ززاف مبروك عيدكم هذا الثاني أيام العيد أنا ندرس لكم الفيديو هذا كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم الناس ما جام ما شاركوش معنا تكيبوا إلى زر الجرس وتكيبوا إلى زر الجام ما تنسوا الناس بجير جام باش يصلكم جديد إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة تكتبوا إلى زر الجامعة